في حالة استمراء لفكرة العمليات دي يعني في ناس أوزانها ما هيش بتتكلم في الكتلة دي وابتدت بقت مش عايزة أقول موضة بس الناس هاي اللي بتستسهل وتقول أنا بدل يعني أنا مش عارفة خيس فأقوم عامل عملية على طول وده عشان العملية فاكتف الفكرة لأن الكلام حديثك في إيديكيشن بس لها أضرار على المدى البعيد هو يقدر سحادتك قصة البروتوكول بتتكلمي على حالة إيمان كان دي يعني حالة ندرة أو حالة ما شوفناهاش وحالك احنا بنعمل سنويا في مصر 30 ألف حالة جراحة سمنة احنا بنعمل زي إيمان في مصر كل سنة 10-15 حالة يعني فوق 300 كيلو فوق 400 كيلو حالك احنا عندنا سنتر في طب إسكندرية وفي طب القاهرة وفي طب عين شمس احنا بتدينا عملية دي في مصر من أكتر من 21 سنة حالك احنا الهند ابتدوا بعدين بعشر سنين انا في 2006 روحت الهند عملت لهم عمليات علمتهم زي يعملوا باي باس بالمنزار عشان يبتدوا عملية هناك فحادتك احنا عندنا جمدة جدا بالموضوع ده مش ان دي حاجة جديدة أو حاجة أهم ما نشوفها كلام ده بتعمل كل يوم بس احنا مش بتوع بروباجاندا ومش توع ميديا ومش بنتطلع نقول عملنا وسوينا انه ده بنسبلنا شغل عادي فحادتك قصنا احنا نعمل بروتوكول بروتوكول موجود السيستم موجود احنا وردي لما قلنا هنودي ايمان عين شمس كنت اتفقنا مع القوات المسلحة وروحنا شفناها وجبنا الفاندين كان المشكلة بالنسبة للفاندين انها كانت تصرف عشان تقعد سنتين دهاتة في المستشفى الملايين فاحنا جهزنا لها جناح في عين شمس تخصوصي كأنه مستشفى صغيرة ليها وعملنا لها سرير مخصوص وكل ده واحنا بنجهز واختها ايلاننا انها اتس اوكي وهتيجي عندنا وفي الاخر راحت على الهند لانها حبة الميديا لا لانها مش عارفة انه الاحسن يعني انا دايما بفترض يعني اي حد مكانهم ما يبقاش عارف هو ايه احسن من ايه يعني خلينا نبقى واقعيين مين يقدر عارف ونفس الكلام ده بالنسبة للجواز لما حد ياخذ يطلب واحدة ويجوزها قدي قرارات احنا بنقل قرارات في حياتنا بالزبط بس ازدقين بنعاني من توابع هذه القرارات او بنستفيد من توابع هذه القرارات بعد ما ناخدها احنا وردي عند استبلش في الموضوع ده وعندنا بروتوكولز وعندنا وكلام ده بيقولها في كل حتة يعني يعني الاسر عيني اسكندرية احنا العسيوت كل جماعات عرضت علينا تعالجها احنا جبنا لها الفند هي كجراحة الحقيقة اكتش هتلاقي احسن من اطباء مصر كجراحة انا اجزملك ان الجراحين في مصر فهذا المجال يمكن من احسن الاماكن وانا يمكن كنت في زيارة قريب لحد اعرفه عامل عملية في مستشفى كان كل اللي فيها عامل نفس الجراحة فالجراحة دي موجودة في مصر ومفيش فيها مشكلة برنامج العلاجي اوكي لكن ارجع اقول الرعاية اللي قلقتها في المستشفى سواء في الامارات او في الهند ويمكن الامارات اكتر وكتش هتلاقيها في مصر انا ااسف انا ااسف مفيش التمريد ده لا افن لا ما عليش فندم احنا جرعين عندنا لا افن ممكن احسن من الهند ماشي بس الفكرة ان حضرتك الكريتسيزم بتاعنا في مصر ان انتي لو كانت ضربة جرز الممريضة ما جاتش كانت هتلعى شوفوا مصر شوفوا مصر شوفوا مصر انما الكلام ده لما يحصل في الهند وبيحصل في الامارات انسو اكي لا يا فندم احنا عندنا طب عالمي احنا بيجلنا ناس من كل حد بيجلنا الامرة وبيجلنا الملوك بيجلنا السيليبراتيز والمغنيين كل الناس بيجلنا وبيعملوا عندنا ازاي فندم كلام ده لا لا انا احطرت على هذا كلام الحالة زي دي هتقعد في المستشفى حضرتك احنا برعاية برعاية ما هي الحالة حالة ايمان ما ماتت ذا بس مش من عدم الرعاية يا فن دكتور خالد احنا مش بنعملين نقارن من الاكفأ ومن الاشطر احنا بحث بسيط عرفنا انه لما بيبقى الوزن في الارقام الكبيرة دي فوق 300 كيلو اكتر بتبقى نسبة الشفاء يعني نسبة النجاة اقل من طبعا فدي اولا دي معلومة لازم بقى الناس كلها عرفاة كلامك صحي كيف اندو عشان كده احنا منقسم البيشنس لجود ريسك جود ريسك ده اللي هو صغير في الوزن وصغير في السن معدوش مشاكل باد ريسك اللي هو فيه خطورة عليه احنا بنشاه الخطورة وبنعمل اللي علينا وبعربي اشتركوا في القناة